لماذا المسيح كان يهاجم الفرسيين والكتبة؟ مع أن دول ماشيين كانوا بيقولك بيعشروا كل شيء وكانوا ماشيين على الشريعة بالزبط لماذا؟ لأنه كان بيعمل ممارسة خارجية غير روحية مفيش علاقة ما بينه وما بين ربنا وده الأيات اللي أنا بتديد بيها البرنامج أنا لهاعمل إيه ولا إيه ولا إيه علشان أكفر عن ذنوبي وعلشان يبقى لي علاقة بيك يا رب مش هقدر أعمل أي حاجة يعني بالنسبة للإسلام قلت جمع حسنات والتخلص من السيئات هذا الهدف بجمع الحسنات وبعمل فرائض علشان أتخلص من السيئات علشان أقدر أن أنا أروح الجنة فضل أخت يا رشا كاملة فيه فروق بين السوم في المسيحية وما بين الإسلام فيه مثلا بعض الآيات علشان إحنا وإحنا منتكلم على حاجة اسمها الكونسبت الهدف الهدف بتاع الصيام بالنسبة لي كمسلم مختلف تماما عن الهدف بالنسبة لي كمسيحي وده بناء على أن فيه علاقة أنا فيه ما بيني وما بين الله علاقة الله أنا بعتبره أبوي السماوي الذي يعتني بي الذي يتدخل في كل ظروف حياتي وفي كل تفاصيلها الذي بيحبني محبة غير محدودة وغير مشروطة الذي بيقدم لي الفداء بيقدم لي أنه يشيل الأسام بتاعتي من غير ما أنا أقعد بشطارتي أعمل حسنات عشان أمحي السيئات بيشيلها كلها كاملة على عود الصليب وبيقدم لي خلاص أبدي يعني ضمان أن أنا أكون معاه في السماء وأخذ بالك فبالتالي ده أنا منا أجي أصلي أو أصوم أنا بصوم وبصلي لأن هذا الإله أنا أحبه أنا أريد أن أجلس معه وأختلي به أريد أن أتحدث معه أريد أن أتغير داخليا وأترك كل شر من حياتي ده حاجة اختيارية لكن أنا لو ماشي وراء واحد بالعصاية بضربه عشان يصوم بضربه عشان يصلي لو ما صلاش مش عارفها هيتعمل فيه إيه ولو الست ما حطتش إحجاب هيتشد من شعرها والرجل مش عارفها قصص 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 بيدخله في قصص اللي هي أنت بتعمل كده ليه إيه هدفك هدفي أن أنا أعمل ممارسة خارجية ليس لها بعد روحي علشان أجمع بها حسنات علشان أروح بيها على الجنة موسيقى موسيقى موسيقى